سهل خير عامليني كان فيه سلسلة فيديوهات عاملها وهي سلسلة فيديوهات هل تعلم الفيديو ده من ضمن سلسلة فيديوهات هل تعلم وفيديوهات هل تعلم لأول مرة يشوفني هي فيديوهات يعني هدفة أن أتوصل معلومة نصيحة عن حاجات أنا أريها وبيكون مفيدة لحد ما وده هدفها يعني هدفها الأساسي هبتدي وهبتدي أتكلم عن الشخصية القائمة أشاهد أستغل عليكم لما بتتصرف بتلقائية بتكون في وسط المجتمع يعني أو أشخاص من أول قاعدة لما بتتصرف بتلقائية وده قريته بيكون ليك جاذبية وكمان بيكون ليك قبول عند اللي قدامك غير المصطنع نهائي أو الشخصية المصطنعة أو الشخصية بيتقال عليها غير حقيقية الشخصية المصطنعة أو غير حقيقية بتكون واضحة يعني واضح إن هي مصطنعة مش واضحة طبعا العكس تماما الشخصية اللي هي تلقائية هي الواضحة لكن الشخصية المصطنعة بتكون بين إن هي مصطنعة رغم إن هو بيحاول يداري ده ولو داري ده الطبع غلاب يعني إنت لو عدت مع حد أول مرة وحاولت إن إنت تتصنع بشخصية معينة مع المواقف مرة واثنين وثلاثة الطبع كايبان لأن الطبع دايما بيغلب التطبع لكن التلقائي بيكون نال قبول الناس بطبعه كمان بيكون معروف عنه النقاء وإنه بعيد يعني عن المكر والخبص والحاجات دي ده غير كمان اللي بيتصرف بتلقائية بيبان للناس بمدى صراحته ووضوحه الحلو بقى في الموضوع اللي خدت بالي منه إن الشخص اللي بيتصرف بتلقائيته وعفويته بيكون ليه كبول وجاذبية أكتر من الشخص المصطنع بأضعاف يعني بكتير جدا أضعافه الشخص أقول تاني برضه عشان اللي مخادش بقاله يركز الشخص اللي بتصرف بتلقائيته وعفويته بينال كبول الناس عن الشخص المصطنع أو عن الشخص المصطنع طبعا كلام لشباب وشبات أو رجال سيدات أين كان عن الشخصية المصطنعة بأضعاف أضعاف تمام فلما تيجي تقعد في قاعدة لازم تكون بتلقائيتك الشخص المصطنع عايزة أوجيه له رسالة انت لو مصطنع علشان اللي قدامك يشوفها بشكل معين اللي قدامك لازم يقبالك زي ما انت ما تتغيرش عشان حد يعني ما تتصنعش أو ما تصنعش عشان حد اللي عايزك بكده أهلا وسهلا اللي مش عايزك فيه غيره هيعوز طبعك ده يعني فيه غيره هو هيتقبل طبعك ده هل انت مثلا الشخص التلقائي مش هيناء ممكن يقابله ناس ما يعجبهمش طبعه ممكن ولكن اللي بيتقال هنا ان دايما دايما أو الأغلبية بنال الكبول الشخص التلقائي ويه على طبيعته فالمصطنع أو انت لو عايزك مصطنعه لا اللي عايز يقبلك يقبلك زي ما انت ما قبلش فيه غيره هيقبل الناس دايما أزواء ومختلفين في القراء وده كان فيديو قصير عن هل تعلم عن الشخصية التلقائية أو العفوية الكلام ده طبعا أنا قاري يعني مش كلام جايبون عندي اتمنى ان الفيديو يكون فاتكو لو عجبك الفيديو او عجبك تنسوش دعبوني بلايك ولو مش مشترك او مشتركة يريد تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من فيديهات نوع شاكل اوليكو مع السلامة